أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم الخميس 14 يوليو جوليا 2022 والساعة العاشرة و 26 دقيقة مساء بتوقيت الجزائر وهذا حديثي إليكم مباشر عبر اليوتيوب أهزل في اللون إخواني أياكم الله إخواني الأحرار أياكم الله إخواني واخواتي أينما كنتم وجعل ثباتكم ومواجهتكم ومقاومتكم للمافيا العسكرية والمخابرات الإرهابية جعلها لكم أجرا في الدنيا والآخرة مواجهة العصابات ليس أمرا سهلا مواجهة المجرمين مواجهة المفسدين ليس أمرا سهلا وليس كل الناس تقدر عليه وعلى قول بعض إخواننا البدايات للجميع والثبات للصادقين وهم يواجهون هذه العصابات التي أهلكت البلاد والعباد اليوم كما جرت العادة عندنا ثلاث مقاطع المقطع الأول يتعلق ببعض القضايا الداخلية وتعليق عليها بما فيها حكاية أن الجزائر مستهدفة خارجين اليوم مرة أخرى ما يسمى برئيس المجلس الشعبي الوطني هذا بوغالي والآخر انتعال سيناء خارجين ومرة أخرى الجزائر مستهدفة الجزائر مستهدفة الجزائر مستهدفة أنت تقول هذه الجزائر هي أمريكا هي الصين هي ألمانيا مش هعرف علاش مستهدفة في حين أن عصابات الحكم هي اللي استهدفت البلاد ما تحتاج قوى خارجية تستهدف هذا سيكون بين المواضيع ثم ستكون نافذة على الخارج فيه موضوعين الموضوع الروسي الأوكراني والموضوع زيارة بايدن للمنطقة كما يسمى الشرق الأوسط لفلسطين المحتلة وللظفة الغربية وخاصة للسعودية ولقاء بمجموعة من أنظمة الفساد والاستبداد هناك بعد غد أو حتى غد المساء ثم عندنا نرجع لكتاب سمراوي محمد سمراوي وحديث عما يعطينا الصورة لضابط كان ضابط مخابرات يعطينا الصورة لما كان يجري وما كانت تقوم به المخابرات الإرهابية في التسعينات ونحن نذكر بذلك ليس فقط للتاريخ وهذه شهادة لأحد الضباط اللي كان مع الدراس ولكن أيضاً لنفهم أن نفس العقلية مستمرة وإن ربما الآن مهمش قادرين يذبحوا ويقتلوا كما كانوا يفعلون لكن عقلية الخراب اللي مشيين بيها عقلية اختصاب للعباد والبلاد عقلية إفساد الوضع ما زالت مستمرة رح نشوف نقرأوا اليوم بعض ما جاء في هذا الكتاب بداية قبل قليل فقط أصدروا شيء قالك فيه رئاسة الجمهورية يتكلم على قالك نشرت رئاسة الجمهورية مساء الخميس بياناً توضحياً بخصوص إجراءات العفو والتهديئة التي أقرها الرئيس عبد ناجي تبون طبعاً إحنا نعتبروه عبد نتبون المزور جابوه العسكر مكاش الشرعية الشعب الجزائري يعتبره كذلك غالبية الشعب الجزائري يعتبره كذلك لم ينتخبوا الشعب الجزائري ويعتبروه مزور وهو واجهة لمافيا العسكرية ولو كان هناك قانون يطبق لكان الآن ره معه سلال ومعه يحيى ويحيى حيث يوجد هؤلاء هذين المجرمين قال لك أنه إجراءات التهدية هذه شاملت ربعة وربعين محبوس تعالحارك تم الإفراج عن ثلاثة عشر منهم متهماً متعلق بقضايا التجمهر ومرتبط بها ولم تتم محاكمتهم نهائياً وأنه يجري حالياً دراسة ملفات احداش المتهم بمعنى ما زال مطلقهمش كما استفاد سبع محبوسين من العفو الرئاسي كلياً حيث تم الإفراج عنهم يعني الآن الحديث على ثلاثة وعلى السبع عشرين أما أحداش فراهم يدرسوا في ملفاتهم في السياق قال البيان إن ثلاثة محبوسين استفادوا من عفو رئاسي جزئي إذ تم تخفيض العقوبة المحكم عليهم بثمنتعشر شهر وتتواصل حالياً دراسة طلبات الإفراج المشروع بخصوص عشر متهمين أي أن ثلاثة آخرين بعض منهم استفاد بخفيض العقوبة والبعض قال إكرههم ثاني يدرسوا طلبات الإفراج المشروع أي أن 21 11 وعشرة وقالوا في هذا البيان أن يتم من جهة أخرى قالوا أنهم يتم إعداد قانون خاص لقانوني امتداداً لقانوني الرحمة والوئام المدني يخص 298 محكوماً عليهم أي من مساجدين التسعينات وسيحال الأسبوع القادم على ما يسمى بالحكومة ليرفع إلى مجلس الوزراء لدراسة قبل إحالته على البرلمان في دورته المقبلة السطويلة وعريضة على حوالي 300 سجين من مساجدين التسعينات اللي هم وفي الحقيقة حكمت عليهم أغلبية العظمى منهم حكمت عليهم المحاكم الخاصة محاكم الكاغول قضاة الكاغول قضاة الكاغول هذون بلا كاش نهارا نخصوا جزء الموضوع هذا باش نحطوا الناس في الصورة من هم هؤلاء وكيف كانوا وماذا كانوا يفعلون وكيف كانت تصدر الأحكام فالأغلبية العظمى من هؤلاء ال298 قالوا بأنهم حكمتهم هذه المحاكم محاكم الكاغول وإنهم وإنهم هؤلاء ال298 في الحقيقة كان المفروض يطلق صراحهم في 99 مثل ما تم هذا ما كان يعرف بالوئام المدني لهو في النهاية أن انهزمت بعض الجماعات الإسلامية التي كانت تقاتل العصابة وهذا الانهزام كان خاصة بالاختراك خاصة لا ياس وأن جماعات أخرى كانت تشكل أساساً جية هي التي المخابرات أصلاً سحبوها وجاء ما عرف بالوئام المدني اللي ارفع من شأن الجنرالات المجرمين كابرانات فرنسا والكابرانات التي الجزائر اللي كانوا معاهم نزار توفيق العماري رفعو لهم في الرتب أو على الأقل لما ارفعش الرتبة وحيكما العماري كان كان فريق أصلاً لما زادولوش في الرتبة وزادوا لهم في النفخ نفخوهم على أساس تحومات الجمهورية وأنقرتم الجمهورية ووووى إلى آخره وتمت هذا العمل ثم جاءت مرة أخرى تعالى 2005 اللي عرفت بالمصالحة أو المخادعة يعني هذا 298 للآن قال لك لازم يمروا يفوتوا على المجلس الحكومة ثم يدرسها مجلس الوزراء ثم يديروها البرلمان وكأننا في دولة قانون أصلاً ولازم تمر على كل هذه الإجراءات وكأن القرار ليس قرار جنيرالات المخابرات وجنيرالات المافيا العسكرية لكن من أجل باش يعطوا صورة للعالم الخارجي بأن هناك رئيس وهناك مجلس وزراء وهناك برلمان وهناك لازم يديروا هذا العبث كله ويستمر هؤلاء للبعض منهم الآن عندوا 30 سنة في السجل ظلماً وعدواناً للبعض منهم كتبوا في حال قالوا يسقط لانقلاب قالوا لا لحكم العسكر مثل ماخر الشعب الجزائري في الحرك يعني الأغلبية العظمى من هؤلاء ما حملوش سلاح أصلاً الأغلبية العظمى منهم يا إما كتبوا في الحيط يا إما التهمون بأنهم ساعدوا جماعات مسلحة إلى آخرين طبعاً أعظم أغلب هؤلاء مظلومين يعني أصلاً ظلم كاللي يشريها الواحد يبلغ عليه خاصةً اللي كانوا مراتهما ديزوفيسي والله وكانوا داوس ومكاشنهار داوس مع جار والله مع نسيب والله يبلغ عليه وسرات هذه يعني آلاف قتلوا أو سجنوا لأنها كانت تبلغات كاذبة انتقامية فقط الآن أيضاً نحب يورونا هذا ال298 أما بنسبة للحراك ففقط الموضوع يتحدث على الـ 44 وفي هذا الـ 44 21 أصلاً رح يدرسون الملفات ما زال ما درسوهم فقط 20 واحد اللي طلقوه قالوا 13 متهماً بالتجمهر يعني كانوا يخرجوا للحراك الحراك اللي يسموهما الحراك المبارك يعني الحراك اللي يضطروا تحت ضغط الشعبين يحطوه في الدستور يسموه الحراك المبارك هؤلاء اللي يخرجوا في الحراك المبارك يخرجوا في 2019 أو 2020 أو 2021 الآن تصبح إطلاق صراحهم اللي هو أصلاً ظلم اعتقالهم ظلم هم رهائن سجنهم ظلم يصبح إطلاق صراحهم زية كبيرة ومع ذلك المافيا العسكرية مش متفاهمة البعض يقولوا انطلقوا البعض يقولوا ما انطلقوش ولذلك انتم ما كنتوا سمعتوا سمعتوا ذبابهم سمعتوا أذنابهم وسمعتوا الخبثاء الثورة المضاد يقولوا سيكون هناك اطلاق صراح ستوري وهناك مواقف ستورية وتاريخية وسيتم اطلاق منش عارف من لم يتم ذلك كل الأمر يتعلق بـ الـ 44 الأغلبية لم يفعلوا شيء إلا أنهم خرجوا في الحراك أو كتبوا تعليق في الفيسبوك أو في اليوتيوب ويحبوا يصورهن على أساس أنه باش يجيبوا الوقت بالناس واطلق مننا سبعة اعتقل من هي خمسة اطلق مننا ثلاثة اعتقل من هي الربعة وهكذا اليوم كانت كان في خبار على أساس أنه تمت تبرئة مجموعة من الحركين كانت فيه تبرئة مجموعة من الحركين وخرج الخبر من عند الناس كثير على أساس أنه تمت تبرئتهم في الحقيقة قضية واحدة قضية واحدة لم يكنوا معنيين بها أصلا كانوا حطينهم في الملف قالوا بلينهم مبرعين وما هي محكمة الأربعة البوليدة قضت محكمة الأربعة بالأحكام التالي البراءة في حق الطلب الجامعون زهرة ساعي إيمان عبداللي عبدالنور أيد السعيد إدانة بستة أشهر حبس غير نافذة ومئة ألف غرامة مالية لكل من طالب الجامعي عبدالجليل دكدوك وإسماعيل عقون وعاد الحامة إدانة بعام حبس نافذة في حق عبدالجبار بن نونة البراءة في حق محمد هذون لهم أكثر لماذا يهم أكثر لأن هذون هم لتداول أسمهم على أساس أنهم سيطلقون وهم أسماء معروفة محمد بوعقار محمد تجديد الصادق لوعي المصطفى قيرة في الحقيقة هؤلاء الأربعة لم يطلق صراح من قبل فيهم ربما فقط ربما فقط الطلب الجامعيون زهر ساعي وإيمان عبداللي وعبدالنور عيد الساعد ربما ما نش متأكدين أيضا لكن نحن اللي متأكدين منه أن هؤلاء الأغلبية العظمى منهم ديرين لهم قضايا أخرى ولم يطلق صراحهم إنما هذه قضية واحدة ما قدروش يلفقولهم فيها تهمة يلقوها شوية كبيرة تلفيق التهمة فتم لحكم على البعض وتبرئة الآخرين مستفقير ما زال في السجن وأصلا أحكمه خمس سنوات من قبل وما زال عنده عدة قضايا صادق لوعيل نفس الشيء تجديد نفس الشيء بوعقار نفس الشيء وهكذا تلاعب فقط وإعطاء الانطباع وتلهية بعض الناس طلقوه ما طلقوه شدوه ما شدوه هذه المافيا العسكرية ما هيش من حقها أنها تعتقل الأحرار هذه الجماعة الإرهابية المخابرات الإرهابية ظالمة في اعتقال الأحرار كل الأحرار اللي في السجون هذه الجماعة يجب أن يطلق صراحهم وحالا هؤلاء لم يرتكبوا جريمة بالعكس هؤلاء يرفعون الجزائر ورفعوا الجزائر بشعراتهم المدوية الداعية لنهضة البلاد الداعية لدولة العدل والحق والقانون ولكن هذا هو العبث وهذه الهرسلة كما يسمون أخوانا التونسيين يستعملوا هذه الكلمة الهرسلة القضائية التي تستخدمها المخابرات الإرهابية وعلى ذكر المخابرات الإرهابية اليوم في حديث على أنه داروا ما يسمى داروا بتبادل الكراسي ما بين عبدالغاني راشدي مسؤول المخابرات الداخلية الدي جياسي ولكح المجذوب مسؤول المخابرات الخارجية الدي جياسي قال لك أنهم حطوا راشدي في المخابرات الخارجية وحطوا مجذوب هذا في المخابرات الداخلية ممكن لم يعلن هذا رسميا لكن هناك بعض المصادر التي تتحدثت عن هذا الموضوع هذا سنعلق عليه ربما ممشي اليوم لأننا سنرى قضية التوازن الآن داخل الDRS عندنا لك حلم جذوب عندنا راشدي عندنا جبار مهنة وآخرين والصراع على من يسيطر على هذا الجهاز الإجرامي جهاز DRS هذا من أجرم الأجهزة التي وجدت عند البشر هذا الجهاز هو جهاز قتل وجهاز معذبين جلادي وجهاز تدمير البلاد هذا الجهاز هو الذي يتحكم في الوالي ويتحكم في رئيس دايرة ويتحكم في الكوميسار ويتحكم في الجنرالات ويتحكم هذا الجهاز شفنا في بنويرة كيفاش حكنا مثلا كيفاش كان يدير جبار مهنة بما فيها مع قادة قادة أسلحة مثلا حكنا على قصة عمار عمراني اللي هو كان قائد قوات الدفاع قادة قوات قائد قوات الدفاع الجوي جنرال ماجور وكيفاش جبار مهنة جابوا للمكتب ورعبوا وقال له ما تخممش أنا مش رح نقول للقيادة على أخطاء الصراط عندهم قال لك الاس 300 هذي تعد دفاع انتعد الدفاع الجوي هم يحركوا فيها ولا تجرحت هكذا الكاميو اللي صارت له مشكلة صغيرة فجابوا وقال له شوف ها واشصار لك ها واشصار عندك وأنا المسؤول طبعا أنا متع المخابرات العسكرية أنا المسؤول بسح رح نطفي عليك الضو وفهمني ونفهمك حتى داخل جيش دي سي اس آر ترعب الجنرالات ترعب الضباط هنا نتكلمه على الجنرالات والضباط العادي مش نتكلمه على كبار المجرمين هذا الجهاز ورح ن علشانا هذ المرة قررت أني ندير قراءة في كتاب محمد سمراوي واللي ربما رح تبقى معنا في 15 و 20 حلقة قادمة رح نجيبه لأن شاهد شهادت شاهد من أهلها ضابط كان معاهم عرف شاف شاف كل شيء وعايش كل شيء نحن أمام نظام أو أمام جهاز أخطبوطي إجرامي مدمر مدمر للبلاد ولذلك أنا أدعو الشباب ضباط صغار لهم هناك لأن يوما ما سيحاسب الشعب الجزائري كل من انتمى خاصة ديرس فيما يتعلق بالجيش الجيش فيه وعليه إذا نحينا منه بعض كبار ضباط المفسدين المجرمين فإن الجيش يبقى جيش الشعب أما جهاز المخابرات جهاز ديرس فهذا جهاز دموي إجرامي أضعف البلاد ووضع المسؤولين واختار المسؤولين ووضعوا فقط المسؤولين المفسدين والفاسدين استثناء وإن تلقى مسؤول وزير أو والي أو كوميسار أو شيف دايرة أو حتى عميد جامعة أو قاضي أو وكيل جمهورية ما هوش من كبار المجرمين لأن الديرس هي اللي تخير وبدل ما تخير أفضل ما هو عن الجزائريين تخير أسوأ ما هو عن الجزائريين هذه هي القضية رأيشوف بعض تعليقات تتكرر كثير ماذا بينا إخواننا ما يبقى وش يرمو في تعليقات فقط يعني دير تعليق أو اثنين وما تبقاش تاخذ تعليق واحد وتبقى ترمي به وإلا المساعد رأيه يتابع فرح يعمل لك بلوك حتى لو كنت حراكي وحتى لو كنت مقاوم لأكثرت ترمي في التعليقات بدون معنى فرح للمساعد يعمل لك بلوك فأنتمنى أنه ما يصلش المساعد يعمل لبلوك لأنه كان بعض الناس يدير تعليق لكن يبقى ينشر فيه 700 مرة هذا موسيء للناس المتابعين مزعج للناس المتابعين إذن قلت هذا موضوع ديرس خاصة وأرجع هنا للضباط وربما صف الضباط من الأفضل لكم أن تغادروا هذا الجهاز هذا الجهاز إجرامي هذا الجهاز فاسد وهذا الجهاز خدمته هو تكسير البلاد لا قدر الله لو كان غدوة تتكسر البلاد نهائيا فأنتم مسؤولين عليها مسؤولين أمام الشعب وأمام التاريخ وأمام الله وذلك أهم واعظم اليوم أيضا ثبتوا اختاروا 14 جويلية بالذات اختاروا 14 جويلية باش ثبتوا براهيم جمال كسالي اللي كان أمين عام وزارة المالية بعد ما أطاحوا براويا براويا هذا أطاحوا به ثلاث مرات هو وزير مالية وثلاث مرات وما يطيحوا به فداروا بالمناوبة يعني مؤقتا الأمين العام الأمين العام لوزارة المالية هذا إبراهيم جمال كسالي حطه قال لك مناوب لكن من بعد تضح أن هذا إبراهيم كسالي يحمل جنسية فرنسية ما يحملهاش مش كان عايش في الجزائر وراح مثلا لفرنسا هنا لا ولد في فرنسا عايش في فرنسا درس في فرنسا ويحمل جنسية فرنسية كذلك ومع ذلك أنا لست ضد من يحمل جنسية المزدوجة لكن النفاق تحاد العصابة يعني في قوانينهم ديرين بأنك لا تستطيع أن تأخذ مناصب معينة خاصة مناصب ويزارية مثلا إذا كان عندك جنسية مزدوجة ولكن هذا القانون سيطبقه فقط على اللي ما يعجبهمش لأن اللي يعجبهم رايحين يمروها فاليوم وخيروا بالضبط 14 جوليا تاريخ أو ما يسمى بليوم الوطني لفرنسا على أساس هو تاريخ الثورة الفرنسية يعني اليوم الأهم في الثورة الفرنسية وطبعا اليوم شفت وكانت احتفالات وهو جورفيري يعني في فرنسا إلى آخر وكانت احتفالات فرنسا بهذا اليوم اختاروا هذا اليوم بالذات باش يبعثوا رسالة إلى باش تببون والمافيا العسكرية تبعث رسالة إلى فرنسا رانا معاكم راكم كيت سمعونا نديروا انتقادات لفرنسا هكذا في العلن وفي التلفزيون هذي كراهي للاستهلاك المحلي راكم عارفين بليرانا معاكم وباش نعطوكم الدليل هذا الوزير ليحمل جنسية تعكم نختاروا يوم أفضل يوم عندكم لتم تحتفلوا به ونعينوه وزير المالية علاش ما كانش موظفين جزائرين آخرين ما كانش ما جزائرين آخرين قادرين يسيروا ملف مثل هذا ملف المالية كينين خاصة أن هذا الوزير لهذا الأمين العام لعينه ذرك وزير موش معروف على أساس أنه قال والله عنده خبرة في المالية عنده يفهم المالية في الداخل يفهم المالية العالمية يفهم الاقتصاد العالمي خدم مثلا في جهات في الداخل وجهات في الخارج لا هذا بيرقراطي ظل في فترة طويلة جدا وهو مسؤول لكار هذه مؤسسة على سيروس اللي هي بيرقراطية ومؤسسة فاشلة تماما مؤسسات الدولة الفاشلة تماما مؤسسات الرسمية الفاشلة تماما وجابوه حطوه أمين عام لوزارة المالية ثم الآن وزير المالية وكما قلت خيروا 14 جويلية كرسالة لفرنسا باللي يود راناقاع أولادكم راناقاع أتباعكم راناقاع خدامكم والدليل نختاروا 14 جويلية باش نعينوا واحد يحمل جنسية نتاعكم في منصب حساس جدا وهو وزير المالية كما قلت أنا شخصيا ما نشدد قضية الزواج لأن القضية ماهش ماهش أنك تحمل جنسية ولا تحمل جنسية أجنبية شفنا مثلا نظر ماهش لا يحمل جنسية أجنبية وذبح الشعب جزائري توفيق لم يكن يحمل جنسية أجنبية محمد العماري نفس الشي لم يكن يحمل جنسية أجنبية على سبيل المثال بوبوت فريقة لم يكن يحمل جنسية أجنبية مرجح يعني شوك فاش دبحوا الشعب الجزائري اللي ذبحوا ذبح في التسعينات أو اللي ذبحوا بالاقتصاد وبالأخلاق وبالسياسة وبالجامعات يعني يدمروا الجزائر فالقضية وشفنا جزائريين يحملون جنسية مزدوجة وبعضهم عاش ولد خارج الجزائر لكن يحمل الجزائر في قلبه ويدافع عليها شنان في الحارة مثلا كثير من الجزائريين اللي يحملين الجنسية المزدوجة مثلا في كندا على سبيل المثال وين الناس تحصل على الجنسية بشكل سهل مقارنة مع دول أخرى أو حتى في فرنسا أو في بريطانيا أو في سويسرا بلجيكا أو في أي بلد شفناهم حملين مع أنهم ربما ما عاشوش في الجزائر أو عاشوا فترات قصيرة أو عندهم فترة طويلة منذ أن غادر لكن حملين هم البلاد ويدافعوا على الشعب ويناصروا في الشعب ويريدون دولة دولة حق دولة عدل دولة قانون بينما آخرين من لا يحملوا الجنسية مزدوجة وعذبوا الناس اختصبوا الناس في السجون في عبلة في غيرها وهكذا إذن القضية مهيش أنك تحمل هذه الوثيقة أم لا خاصة الجنسيات المزدوجة هذه في الحقيقة هي تسهيل لأنك تكون هي قضية ما تحمل من أخلاق وما تحمل من حب لهذا الوطن وليهذا الشعب هذا هو السؤال لكن هنا نطرحون قضية النفاق تحت العصابة حتى قوانين تعز دواج شخصية الجنسية ما بللي لا عندك زواج جنسية ما تخص مناصب معينة ثم ما يطبقوش هذه القوانين أو يطبقوها فقط في حالات وين ما يعجبونش واحد أما في الحالات اللي يحبوه هم يمروا واحد ما عندهم مش مشكلة هذا النفاق اللي يجب فضحه وكشفه عند هذا المافيا العسكرية وواجهتها المدنية تمت الإطاحة أيضا يعني إذا كانوا عينوا هذا المزوج الشخصية الفرنسي اليوم فإنه تمت الإطاحة قبل ثلاثة أيام من أربع أيام بما يسمى بسفير الجزائر في فرنسا عنتر داود محمد عنتر داود وكثيرين يعتبروه إنسان ما عندهش أخلاق ما عندهش مستوى أنا شخصيا أنه أعرفه كان هو مسؤول البروتوكول في وزارة الخارجية وجاء عرفته لما جاء زيارة إلى ليبيا أنا ذاك أعتقد أنه كان جامعة وزير الخارجية أو جامعة زروة لا أتذكر جيدا في 94 ويومين أو ثلاثة وكان أحد الأصدقاء المشتركين بناتنا يعني كان جمعنا في داره إلى آخر فشفته إنسان ما عندهش نحكم عليه طبعا من جلسة واحدة لكن الناس اللي يعرفوه كانوا يعرفوه بالإنسان تافه يعني إنسان تافه إنسان تجري وراء الملدات وراء الشهوات وهذا ما كان وكانوا عينوه في قبل سنتين لكن صرت صراع كبير منصب سفير الجزائر في باريس ما هوش منصب عادي سفير الجزائر في باريس هو منصب تقدر تقول باللي هو أهم منصب في الديبلوماسية بعد ربما وزير الخارجية والأمين العام اللي يعطوله هذاك المنصب لأن فرنسا بالنسبة للعصابة الحاكمة ما هيش دولة عادية فرنسا ما هيش إيطاليا أو إسبانيا ويقدر واحد يقول لك طبعا لأن هناك مثلا كثير من جزائرين لا مش لهذا السبب أو يقول لك لأنها كانت القوة الاستعمارية لجزائرين لا مش لهذا السبب لأن العالم ينظر لنا من خلال العيون الفرنسية وفرنسا تنظر لنا من خلال عيونها الاستعمارية ولذلك هم عندما يضعون سفير في فرنسا لازم يختاروه بشكل يخدم المصالح الفرنسية قبل ما يخدم المصالح الجزائرية باش تبقى راضية عنهم فرنسا وبشكل يكون موجود هناك همه الأول والأكبر كيف لا يزعج الفرنسيين مرة مرة يطلبوا منه باش يدير إزعاج هذا يتلقى لها أوامر لكن كإجمالي سفير الجزائر في فرنسا هو موهوش مثل أي سفير جزائري في بلد أخر خاصة مع وجود حوالي 19 قنصلية هناك ووجود قنصليات عامة أيضا وفي فرق ما بين القنصلية والقنصلية العامة فتمت الإيطاحة به لأن الصراع داخل أجنحة الحكم ليس مستقر هناك جناح وهذا الجناح هو جناح شنقريحة بالذات يريد أن يضع شخص موالي له تماما في هذا المنصب طبعا فيما بعد يمر على أساس أنه يتم إرسال داروا أعتقد بعثوا سفيرهم السابق في إسبانيا لكن سيكون مؤقت الاحتمال الكبير هو أنه سيكون لفترة مؤقتة إلى غاية ما يتفكون على شخص آخر لأن السفيرهم ليسحبوهم من إسبانيا بعدما صفعتهم إسبانيا في قضية الصحراء وانقلبت إسبانيا اللي كانوا يعتبروه هي أفضل صديق وإلى آخره بعثوا هذا السفير يقال بأنهم بعثوه في مكان هذا هذا ليس مؤكد هذا الخبر لكن هذه بعض المعطيات يقول بأنهم بعثوه هناك هذا في اعتقادي سيكون مؤقت فقط في انتظار يعني داروا هدنة في انتظار أنهم يتفقوا أن الأجنحة المتصارعة على المناصب وعلى المراكز تتفق على تعيين سفير آخر أو على الأقل جناح ينتصر على جناح آخر ويعين الشخص اللي يولده لا عليكم منش عارف إلى البعض منكم انتبه كانت هناك قبل أيام كان فيه مديرة عامة لشركة أمريكية زارت الجزائر بالضبط يوم 30 جوان الماضي ولم تكن زيارة عادية كانت زيارة استثنائية إلى درجة مع أن الشركة هذه وهي شركة أكسيدونتل تسمى اقتصاري يسموها أكسي شركة أمريكية بترول مش شركة كبيرة مش من الشركات الكبيرة مش من أخوات السبعة كما يسموها لسات سير أخوات السبعة هذون شركات بترولية اللي هي الأمريكية المسيطرة على العالم مثلا مش هي واحدة بالشركات بترولية المهمة لكن ما هيش هي من بين الأهم خلنا نشوف واش قالت أنا ذاك افتقات مع مش عارف للمساعد أرسلها لي المفروض أنه أرسلها لي نتمنى من مساعد أن يرسلها لي مرة أخرى من شدة المراصلات ربما وجدت في مكان آخر ذاك راح نوروها بعد من نطلقها نعود نشوف واش قالت لكن خلنا واش يهمنا في الموضوع هذا أن هذه المديرة العامة جاءت للجزائر والحقيقة أن في شركتين أهم من أوكسي أهم من هذه أوكسيزونتل بيتروليوم كوربوريشن هذه الأمريكية وهما شيفرون وإكسون موبيل شيفرون وإكسون موبيل هما طبعا من شركات بيتروليوم كبيرة الاثنين مع أوكسي مع هذه الأوكسي دونتل بيتروليوم كوربوريشن في ثلاثة هما شركات أمريكية أساسا وهو هذه كي نقول أساسا لماذا لأن هذه شركات متعددة للجنسيات والشير هولدرز يعني المالكين ملاك شركة ومتقدر تلقاهم في كل العالم يعني الناس يبيعون لهم الشيرز يبيعون لهم الأسهم مالكي الأسهم تلقاهم في كلها لكن الإدارة المنشأة متاحة هي شركات التي نسموها بالجنسية هذه لكن هم ملتناشنل هذه شركات متعددة للجنسيات ومتعددة كان عندنا أستاذ الله يذكره بخير إلى رحي إلى ما تلقاهم يسموها حمد هني كان يسميها شركات العابرة للقارات قال هذا هو التوصيف مش متعددة للجنسيات قال هذا لأن الملتناشنل بمعنى العابرة ترونس ناشنل يعني أو ملتناشنل أو ترونس ناشنل هي العابرة للقارات هو كان هذه الترجمة يقول لك لازم سموها العابرة للقارات لأنها متواجدة في كل قارات العالم وهي شركة في الحال هذه الشركات الأهمية قلت بعد ظهور الجاينت التكنولوجي أمازون جوجل فيسبوك ميكروسوفت حتى الآخرين اللي أنا نظرك لاحقين كما أوبر إلى آخرين بعد ظهور هذه الشركات خلال الشركات الأولى اللي ذكرتها أبل مثلا وهي هذه كما راكم تشوفه كلها شركات أمريكية جوجل فيسبوك أمازون أبل ميكروسوفت وهي أهم شركات في العالم اليوم تقريبا كل هذه الشركات تجاوزت قيمتها ألف مليار دولار البعضها اقترب أو تجاوز لألفين مليار دولار كلها شركات أمريكية ها هي بعض مظاهر القوة الأمريكية صحيح الآن الصين راهي تأمثلا الآن تيك توك تجاوزت كل الشركات هذه لكن تجاوزتها في قضية الوصول للناس مش في القيمة المالية التاح قيمة المالية التاح مازال تيك توك لم تصل إلى ذلك الحد لكن مثلا تيك توك تجاوزت اليوتيوب في المتابعين وتيك توك تجاوزت فيسبوك هذه واحدة من مظاهر التنافس الرهيب ما بين الصين والولايات المتحدة تيك توك هو ولذلك تيك توك تعرضت لضغوطات رهيبة جدا من طرف القوى الغربية وخاصة الولايات المتحدة ومازال تتعرض لكن مع ذلك رهي مثلا تصل لأنه استخدم الطرق مختلفة للوصول للناس المهم باش نرجعوا لها الشركة الثلاثة شوف إلى المساعد بعثنا النعم ها وهنا إنني جدت سعيدة بتواجدي هنا اليوم لقد تشرفنا بلقائي الرئيس الجزائري عبد المجيد بون بحضوري وزير الطاقة والمدير العام لمجمعي صنعت راكس لقد تطرقنا إلى المشاريع الطاقوية المستقبلية هنا بالجزائر هذا البلد الذي يسخر بمورد طاقوية كبيرة وهمة نحن نأمل في تطوير مجالات الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر ونطمح إلى تعزيز التعاون هذه الكلمة الأساسية نحن نطمح في التعاون بين الولايات المتحدة والجزائر بمعنى لم تتكلم باسم شركتها فقط إنما وكأنها تعطينا إشارة يعني أنديس يعني إشارة هكذا إلى أن القضية تتعلق الولايات المتحدة نعم القضية هنا تتعلق بعض القوى الغربية لكن الأمريكيين اخذوا قرار من أنهم من بين الطرق التي سيخنق فيها روسيا والطاقة في روسيا والغاز والبترول الروسي أنهم يحاولوا يرى هذه الدول جزائر ليبيا مصر الكهي الإسرائيلي طبعا السعودية وكل هذه الدول التي سيزورها بايدن لأخير لكي تزيد منطقتها الإنتاجية حتى يتم إضعاف روسيا على المجال الطاقوي الغاز والبترول بالنسبة النظام الجزائري عنده دايلاما عنده معضلة ديلم ما هي هذه المعضلة المعضلة أنه أن روسيا ما هيش قوة اقتصادية كبرى في العالم هي رقم 11 أو 12 مثلا ما فيش شركات روسية في المجال البترولي في الجزائر ما فيش تقريبا ما فيش شركات روسية في الجزائر خارج سلاح ما فيش وحتى الشركات هذه مش موجودة في الجزائر في الحقيقة هي في روسيا ونحن نجيب السلاح من عندهم إذن ما فيش روس ما عاد المستشارين الروس اللي يجوا يدربوهم على أسلحة لما يشروها من روسيا ما فيش روس في الجزائر بينما فيش شركات بريطانية شركات نوروجية شركات فرنسية طبعا شركات أمريكية خاصة في المجال البترولي فالنظام الجزائري عنده إشكالية كبيرة جدا بحيث أنه هو في قضية السلاح وقضية التدريب وقضية هو في في يد الروس في قضية القضايا الأخرى كلها هو عند الغرب أساسا مرات يدخلوا شوية الصين والطرق لنقدر ما يحسب مع القوى الغربية لكن الشركات الأساسية التي في الجزائر هي شركات فرنسية إيطالية إسبانية أمريكية بريطانية إلى آخر يابانية كورية كوريا الجنوبية محسوبة على الغرب فهذا إشكال للولايات المتحدة الآن في الجزائر عندها من بين الأهداف عندها قضيتين قضية الروس وأوكرانيا وخنق الروس في قضية الطاقة بحيث أن بلدان أخرى هي التي تبيع لأوروبا الطاقة وحتى للصين وحتى للهند ومن ثم خلق الروس وعندها قضية أخرى أيضا وهو أن الجزائر فيها احتياطات الغاز السخري في الغال يسموه الغاز السخري لكن فيه البترول والغاز السخري في اثنين الغاز السخري في العالم الجزائر فيها احتياط يساوي تقريبا 10% 9 فاصل من الاحتياطات المعروفة الآن في العالم الاحتياطات المثبتة أو شبه المثبتة موجودة عالميا في الغاز السخري الجزائر لديها ما يقارب 10% وهذا بضعة الحال والذلك تعتبر الجزائر واحدة من أكثر بلدان العالم اللي فيها غاز السخري معها الأرجنتي الولايات المتحدة إلى آخره لكن الجزائر تعتبر الآن على الأقل في الواضع اللي رأنا فيه الآن ربما تظهر دول أخرى فيها فهذه المديرة هذه مديرة شركة Occidental Petroleum قالت أنها جات لتطوير العلاقات الآخرية هما كانوا موجودين موجودين بالاسم أنا داركو Occidental Petroleum هذه شريط أنا داركو أنا داركو طبعا لما نسمعوا كلمة أنا داركو وشركة أنا داركو نعرف أنها كانت متواجدة في الجزائر لكن أنا داركو هذه انتهت إلى أنها استولات عليها شركة Occidental Petroleum وبعت بعض ما لديها في الجزائر حاولت Occidental Petroleum متبيع ما كانت تمتلك أنا داركو لكن الأمور ممشتش وبما أن السياسة الولايات المتحدة تغيرت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في مواجهة الروس بحيث كما قلت حاولوا يضعفهم جدا في قضية الطاقة فإنهم الولايات المتحدة أعطات بالرغم من أن هذه الشركات هي شركات خاصة هي شركات لا تخضع للحكومة ولكنها تتلقى guidelines إذا حبيتوا تتلقى توجيهات عامة بحيث أن حكومة الولايات المتحدة راهي ما هيش صحيح هذه شركات خاصة لكن عندها تدخل الولايات المتحدة كيف تتدخل الولايات المتحدة؟ بالتنظيم بالقوانين شركات اللي ما تمشيش وفق guidelines وفق المقترحات المصلحة الأمريكية فإن تدخل حكومة الولايات المتحدة عن طريق التشريعات بإصدار تشريعات تجعل هذه الحكومة هذه الشركات في وضع سيء أو تخليها تدفع أو تدير لها غرامات مش فقط تشريعات الغرامات أيضا حيث يفهموهم باللي إذا ما سمعتوا الناش سنجدلكم غرامات على كل هي مصالح مشتركة ما بين هذه الشركات والحكومة الأمريكية هكذا كانت منذ قيام الولايات المتحدة وخاصة منذ ظهور البترول كل شركات الأمريكية تتلقى إشارات من حكومة الولايات المتحدة على ما يجب عمله وما لا يجب عمله كيف يتم ذلك؟ هذا موضوع طويل لكن نختصر لكم بسرعة يتم كثير من هذه الشركات مثلا نعطيكم مثال وزير الخارجي اللي كان مع ترامب كان يرأس شركة أمريكية كان هو البيديجي بتاع شركة أمريكية جابوه وحطوه وزير خارجي وزير الخارجي الأول لقد نذكر أسمه إريكسون إريكسون إلينا نذكر أسمه جابوه وحطوه هو وزير خارجي أي أنه في الولايات المتحدة ما فيش فرق ما بين القطاع الحكوم وقطاع الخاص كثيرين من اللي رأهم اليوم مسؤولين مثلا في الإدارة مع بايدن كانوا إما مدرع للشركات أساتذة للجامعات مسؤولين في معاهد بحثية هناك عملية تداخل شديدة ما عندهمش حاجة لأنه ما فيش قطاع عام الحكومة ليس لديها شركات إنما هناك كل شركات خاصة هذه الشركات الخاصة تدخل كمسؤولين في الحكومة أو مسؤولين كانوا في الحكومة يولوهم مسؤولين على هذه الشركات فهناك تداخل كبير جدا طبعا هذا موضوع يحتاج ربما تحليل أوسع مش رح نطول عليه قرار الأمريكي الآن أنه يتم استخراج الغاز السخري في الجزائر هذا مش قرار مش جديد هذا القرار من 2012 2013 ولذلك تظاهر الجزائريون وكانت هناك مظاهرة شديدة وخرج سلال سمى الشعب الجزائري شيرذيما وكانوا ضربوا الناس في عين صالح وفي ورقلة وفي أدرار لما كانت الناس تخرج للظاهر ظهرنا حتى في هنا في الخارج الموضوع هذا وظهروا الجزائرين في فرنسا وفي أماكن أخرى وفي كندا وفي ومحاد قاسمي اللي يرهم الآن مثلا حكمين عليه حكم وليه ثلاث سنين من بين الأسباب هو على قضية الغاز الصخري خلنا نسمعوا واش كان قال واش كان قال قبل سنتين لما لما تم جبته الدبابة واش كان قال تبون في الموضوع هذا لما كان حاب يروح للغاز الصخري لكن بعد تراجع تراجع لأن الحرك كان قوي الآن الحرك لأنه ره مضروب مش كما يقولوا بعض السفهال حرك يمور حرك نيبامور وعمره لا يموت بإذن الله لأنه فكرة حتى ولو يتوقف قليلا حتى ولو يتأخر قليلا حوله يتعطل قليلا لأن الحرك مستمر وسيبقى إلى غاية الانتصار يأخذ أشهر يأخذ سنوات هذا في علم الله وفي عمل جزائرين فيما بعد واش كان قال تبقى إلى أشهر ونسأل تبقى إلى أشهر ونسأل تبقى إلى أشهر كان فيها ردفال سلبي تا مواطنين تا عين صالح أعتقد من غير درايا وكان فيها لعبة شوف الميلة في كل جواني بتاو جازدوشيس يخوفوا الناس أنه فيه مسب البيئة ومسب هدي ويوسف هدي منطقة شناش انتعنا سيبالا بوصل أبري منطقة خالية منطقة ما في الانابدو بعيدة ما تلوتش وحتى اليوم طورت استغلال جازدوشيس تطور لدرجة ما بقعاش فيه تلوت في الولايات المتحدة لما تشوف له كان جنان نوره المواطن وش رح صاري في العالم في الولايات المتحدة بين الفيلا كان قابار متع انتع قرص دوشيس اللي هم ما يعرفوش هم ما يحافظوش على الصحة تحهم ما يحافظوش على البيئة لكن فيه كانت فيه نية حاشر مواطن المواطن يتأخذوا من جوانب اخرى غير الحقيقة اولا اعتقد ان نرقص دوشيس نعرف دينا اول تجربة تعلمين هادك كانت هلطة لما قال هاد الكلام هذي كان في بدايات الاولى اللي جابوه بعدين كان الحرك مازال موجود وخرجوا الناس في الحرك تراجع بعدها بسبوع وعشر ايام عاود ذهر مع صحافة تراجع للقضية وقال انا ما اقصد شو ما مش هادة بل اكنا عاودوا نرجعوا للموضوع هذا الكاذب هذا المزور ويقول لك باللي الغاز دوشيس في الولايات المتحدة ما بين الفيلا والفيلا كأولا ما تقدرش قارن روح بالولايات المتحدة مختصار بسيط التكنولوجيا اللي عندهم ما عندناش الحاجة الثانية الولايات المتحدة فيها قوانين الحاجة الثالثة الولايات المتحدة الناس ايضا تتظاهر وناس ايضا تحتاج لكن اللوبيات البيترول قوية وتدفع اموال ضخمة جدا الحاجة الرابعة انه هناك اللي ارتكب خطأ يدفع ثمن وغالي لانه كاين قضاء وقضاء مستقل وكاين جهات وكاين منظمات بيئية احنا عندنا مجتمع مدني مقتول ما عندناش ناس منظمات بيئية قوية منظمات اجتماعية قوية منظمات مجتمعية قوية قضاء مستقل ما عندناش وما عندناش تكنولوجية الولايات المتحدة روحوا وشوفوا سونة راك فقط يعني في الغاز هذا والبيترول اللي على اساسا عندنا تجربة فيه 60 سنة الان شوفوا الكوارث وبعد يقال لك هذا في الصحراء يعني بعيد لانه جاهل وانه يعتقد ان تدمير البيئة في اماكن ما فيهاش كثير سكان ومعليش يمكن يعني ما يقدرش يفكر من ان قضية تدمير البيئة ما هيش قضية انها تتعلق بتلك النقطة او هذه النقطة هذه النقطة تأثر على منطقة كاملة وقضية عدم التحكم في الغاز الصخري قال لك بعيدة على لانابدو لا مش بعيدة ما نأدراك انت كيفاش تصل التفاعلات تحت الأرض عندما يرمى آلاف الأطنان من المواد من التفجيرات ومن المواد اللي تستخدم وهي مواد كلها معادية للبيئة مواد تتعلق بكيميائية من أدراك انت كيف تتفاعل الأمور تحت الأرض وكيفاش ما توصلش لانابدو وكيفا وين احنا عندنا خريطة لانابدو كاملة تعالجزير حكم الآن في حسر مل قبل أسبوعين قلت بأنكم اكتشفت غاز طبيعي ضخم جدا حقل ضخم جدا حسر مل اللي عندنا فيها قبل ما تستقل الجزير كان فيها الحفر وكان بحث على الغاز اكتشفناها رأيكم تقولوا اكتشفت قبل أسبوعين الغاز هناك من أدراك انت في هذه المناطق ان ما فيهاش مياه ما عندناش خريطة المياه الجوفية كاملة والصحراء شاسعة جدا باش نعرفه حقيقة ايضا اين توجد الغاز الطبيعي والبيترول الطبيعي الخارج حتى الغاز صخري وقضايا كثيرة ممكن نطول فيها وكاين الناس متخصين حتى يعرفوا حسن مني ممكن يتكلموا لكن هو هنا يقول لك لا حشى المواطنين كان جهات معينة لا تريد كالعادة دائما جهات ماذا يعني اذا فشلت في ادارة الحقول وكل الشهادات وكل الدراسات تقول بان الحقول وجزيريين كان فيه كتب كتبات رأى في الكتاب بتاع اخونا مالطي حسين مالطي تعالو بيترول الارجينية قروه تشوفوا الفساد كتبوا قبل عشر سنوات الان كثيرين من الخبراء يقولوا فيه تدمير حقيقي للثروة البترولية والغازية المكش رقاب على ما يتم وكثير من الشركات الاجنبية هناك المكش يراقب فيها او يراقب ها يعطونه شوية في الخارج يطفي الضو يقولوا عبثين بالبيئة عبث رهيب ويستعملوا في استخراج بيترول الغاز بطريقة انهم يسحبوا اقصى حدود دون مراعاة اعادة تشكيل هذه الثروة وحفر بير نحي منه اهم فيه وخليه كما هكذاك هذا في الغاز الطبيعي والبيترول الطبيعي تبون المزور هذا الناتج تعداد الاجرامية الفاشلة في الجزائر يتحدث على اشياء لا يفقه ها اولا وثانيا يتهم يقولوا كين جهات فراهم ماشين الغاز صخري انا المهم هنا في الموضوع راههم ماشين الغاز صخري مع هذة ثلاث شركات في شركة التوتار الفرنسية ايضا وان كان التوتار راهي فيها واليها راهي عندهم خصومة مع الامريكيين ضيقوهم هناك بشدة في الحقيقة اللوبي الامريكي داخل البترول الجزائري اقوى من اللوبي الفرنسي فضيقوهم في بعض الاشياء لكن المهم راه فيه شركات غربية انا شخصيا لست ضد وجود شركات غربية ولا شرقية المهم نستفيد من تكنولوجيا نتاحهم العلم اللي عندهم نكونوا خبراء جزائريين نكونوا شركات جزائرية قادرة على الاستفادة لكن الطريقة اللي راهي تتم بها الامور ماهيش في مصلحة الشعب الجزائري ولا الدولة الجزائرية ولا الوطن الجزائري لأن مافيش رقابة شعبية وهذه الشركات هذو اللي مكلفين بأنهم ستزاز بكتور ويروح مفتشين الى اخره الاغلبية مرتشين لأن اللي عينهم مرتشي وبالتالي مافيش رقابة شعبية مافيش اعلام حر ينقلنا الصورة كما هي مافيش قضاء عادل يحكم ضد شركات اجنبية كاش ماشفتو احكام ضد شركات اجنبية في جزائر او شركات حتى كما صناتراك كاش ماشفتو احكام ضد صناتراك وعندها اخطاء مئات الاخطاء ضد الناس او ضد البيئة مافيش مهار اللي يكون حكومة نابعة من ارادة الشعب وقضاء مستقل واعلام حر ومجتمع مدني قوي ومنظمات بيئية قوية اه ذاك الوقت ممكن الذهب الغاز الصخري اما الان فسيكون جريمة في حق الشعب الجزائري وفي حق البيئة وفي حق البلاد وفي حق الخزينة العامة لان هذه العصابة تريد فقط لملمة الفلوس وتهريبها للخرج او شراء السلم الاجتماعي بها بطريقة خاطئة تماما ربما موضوع راح نكلمكم اليوم ولكن هذا موضوع يحتاج وقت فنخلوه لربما اللايب القادم وهو موضوع هذا وشوفوا هذي طبعا تببون أيام أيام الكادر من عبيد الكادر يعني كما قالها حمود شكرابي في قصيدة شعر شعر الحراك قال لك ما متحينا للكادر ما كلنا كاشير ما ركعنا للكادر ما كلنا كاشير هذه الحقيقة هذا عندما كان مع الكادر يقدس في الكادر ويقول والله يا برنامج الرئيس ما يتبدل أنا عندي كم سنة وانا نقول هنا يتكلم على القضيتين الجزائر مستهدفة وعلى أن الجزائر هي ما كاش بلاد في العالم لا الصغيرة ولا الكبيرة دير لولادها دير للجزائريين يعني كما يدير هالدول يكذبونها بشكل رهيب كيف يسمع هذا الكلام يقول هذي العباد ما عندهم شترة حياء ما يسمع يعني ذلك هذا يحب يقولنا مثلا أن فرنسا لا تدير الجزائر خير من فرنسا في الالوكاسيون في السوسيال يحب يقولنا هذا أو ألمانيا أو كندا أو بريطانيا أو أي بلد أوروبي أو سويد خاصة دول السكندنابية هذيك يكذبون بملايا ويقول لك عندهم أيضا كذب آخر يقول لك الجزائر هي البلد الوحيد اللي يوزع سكنات على الشعب يكذبون بشكل رهيب يكذبون بشكل رهيب كل الدول الغربية عندها اللوجمان السوسيال كلها بلا استثناء عندها السكن الاجتماعي كلها وسكن الاجتماعي عنده حتى دورتين يقدروا يعطوك سكن اجتماعي وتتخلصوا للكراء وإذا ما كنتش قادر على الكراء لسبب أو لآخر المهم عندك سبب وجيه هم يخلصوا للكراء في كل الدول الغربية وكثير الآن كثير من الدول حتى غير الغربية لكن يأتيوا يكذبوا الشعب الجزائري بشكل رهيب كنت رايح نناقش موضوع الجزائر المستهدفة خاصة خرجنا جوجيل اليوم وبوغالي يتكلم عليه لكن دعونا نتكلم عليه ربما مرة أخرى لأنه يحتاج شوية وقت وأنا أريد أن مازال عندنا موضوعين موضوع النافذة الخارجية وموضوع شهادة كتاب سمرة طبعا رقم كثير من كم يتابعوا زيارة بايدن هذه لفلسطين المحتلة التي تسمى اليوم الكائن الإسرائيلي أو إسرائيل وقال لك غدوة سيكون عند رئيس الميليشيا في عباس في بيت لحم طبعا اختار حتى راملة راح لأن بيت لحم مدينة مسيحية فهو يعني هذه الدول حتى عندما تقول أنها علمانية وما عندها علاقة بالدين إلى آخر لكن في الحقيقة دائما عندهم دول غربية دائما عندهم أفضلية أساسية للمسيحية مثلا لما تجي تشوف العطر الرئيسية هنا في الدول الغربية هي عطلة كريسمس وكريسمس هو ميلاد المسيح بالرغم أن الدراسات كثيرة الآن تقول بأن المسيح لم يولد في ديسمبر إنما ولد في سبتمبر والحقيقة هذه في إشارة قرآنية لذلك لأن يقول سبتمبر أو أكتوبر لأن في القرآن يقول لا فهزي إليك نخلة تساقط عليك رطب جانية وتمر وقت شي طيب يطيب في سبتمبر أو أكتوبر أساسا فالمهم فهو رح لأنه هو مسيحي وكاثوليك بايدن هذا بين رؤساء القليلين جدا في الولايات المتحدة كان هو ونتقد كينيدي كان كاثوليك أيضا وممكن رئيس آخر أمريكي جاه في تاريخ أمريك البقية بروتستانت وكما تعرف تاريخيا كانت هناك دماء أنهار ما بين الكاثوليك والبروتستانت مثلا بريطانيا بروتستانت أساسا وفرانسا كاثوليك أساسا مثلا كانت صارت حروب طائفية رهيبة ما بينتهم المهم راح البيت لحم ورح يتلاق رئيس الميليشيا هذا الفلسطيني هناك عباس فهذا مش هنتكلم عليه عباس لأنه عنده حتى قيمة لكن المهم ربما سمعت بوثيقة ما عرف بإعلان قدس وإعلان القدس هو إعلان للشراكة أمريكية الإسرائيلية ومبين الأشياء اللي قالها بايدن قال تعرفون جيدا أن كثير من الصهاين ليسوا يهود وأنا ليست يهودي ولكنني صهيوني وأرد عليه لبيت قال أنت من أكبر صهاينة العالم يعني طبعا هم يفتخرون بذلك فالوثيقة مهمة لمن يريد أن يطلع ويعرف رهي منشورة بكل اللغات لكن فيها تعهدات أمريكية للكالي الإسرائيلي تعهدات إضافية هي تعهدات موجودة تاريخيا كانت موجودة لكن أضفوها وثبتوها مثلا يتحدثوا على يقول لك كما يؤكد البلدان مجددا تؤكد الولايات المتحدة وإسرائيل على الروابط غير القابلة للكسر بين بلدين والالتزام الدائم للولايات المتحدة بأمن إسرائيل يؤكد البلدان مجددا أن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل تقوم على أساس متين من القيم المشتركة المصالح المشتركة والصداقة الحقيقية ويدخل بعدين في ما تقدمه الولايات المتحدة تؤكد الولايات المتحدة مجددا التزامات والتزامات المقدسة من الحزبين التزامات مقدسة وأن هذه الالتزامات مقدسة من الحزبين وأنها ليست التزامات أخلاقية فحسب بل أيضا التزامات استراتيجية ذات أهمية حيوية للأمن القومي للولايات المتحدة أي أن أمر إسرائيل أمن إسرائيل وتفوقها العسكر النوعي يقولونه صراحة أمن إسرائيل وتفوقها العسكر النوعي هو الشيء مقدس لدى الولايات المتحدة ولدى الحزبين أي الحزب الديمقراطي والجمهوري وأشياء كثيرة جدا يهاجم هناك إيران يقول لك لمهاجهة العدوان الإيراني يسموه العدوان الإيراني والأنشطة المزعزة على الاستقرار سواء كانت مدفوعة بشكل مباشر أو من خلال وكلاء ومنظمات إرهابية مثل حزب الله اللبناني وحركتي المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين ويقول لك أن مساعدة الأمنية ارتفعت وسترتفع ويقول لك أننا تعهدنا بـ 38 مليار دولار بالكامل في 2016 في مذكرة التفاهم تاريخية وهي 38 مليار دولار على مدار عدة سنوات يقول لك سنضيف لهذه المذكرة يقول أضفنا مليار دولار وسنضيف أيضا لقضية حفظ أمن إسرائيل إلى آخره يعني كل ما فيه أنه بايدن بصرح العبارة يقول أمن إسرائيل وتفوقها العسكري هو شيء مقدس وهو مصلحة مطلقة الولايات المتحدة هذه هي الولايات المتحدة مع حلفائها خاصة الكلمة الإسرائيل بينما في الحقيقة هو جاي جامع غدوة رح يجمع غدوة رح يجمع هذه الدول الخالجية الستة زيد لهم سيسي وزيد لهم الملك عبدالله تعال أردن وحتى رئيس وزراء العراقي رح نجمعوهم من أجل مصلح المصالح الولايات المتحدة الأمريكية أعلن عليها بايدن في جريد الواشنطن بوست لأنه فيه نقد كبير من الجريدة ومن اليسار الأمريكي قال لهم أنا رايح هناك من أجل مصالح الولايات المتحدة ومصالح إسرائيل أما وهو طيب مصالح السعودية وقطر والأردن ومصر هذا عملاء هذه دول وظيفية هذه أنظمة كلها غير شرعية وأغلبها غير شعبية كلها غير شرعية دولات الخليج نقوله صراحة لعبها مرات نقوله دولة المسخة الإمارات لإجرامها الكبير لكن هذه الدول والآن عندها أشياء رح بعيد يعني لكن هذه الدول صنعتها بريطانيا الاستعمارية وتحافظ عليها الولايات المتحدة الإمبريالية هذه الحقائق وهي دول وظيفية في خدمة الأمراء والملوك ثم في خدمة القوى الخارجية هذه الحقائق أما شعوبها طبعا كان بعض الشعوب مدام عندهم المال مثلا في قطر ميخصم ولا شيء حتى في الإمارات يعني إلى حد كبير في الكويت إلى حد ما بحرين وضعهم اقتصادي سيء عموان إلى حد ما سيء سعودية إلى حد ما سيء لكن هذه الدول الثلاثة الأولى مثلا عندها مال ما عندهمش مشكل وهذه الدول في ثلاثة في ستة صنعتها بريطانيا وتحافظ على أمنها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى الآن رغم يلتجئون أيضا للصين وروسيا خافوا لا كاش ما يصرف في الولايات المتحدة ينهاروا طبعا الولايات المتحدة ما هيش جمعية خيرية فهي تحمي هذه الأنظمة تحمي هذه العروش بما فيها العروش حتى ليجت من بعد مثل نظام السيسي أو حكومة الاحتلال في بغداد طبعا النظام الأردن هو نفس الدول هذه هي أيضا صناعة بريطانية في أيام الاستعمار البريطاني للمنطقة إذن هذه العروش تخشى من السقوط سواء كانت جمهورية مثل العراق ومصر أو ملكية وإمارات وسلطانية وإمارات مثل الدول السبعة الأخرى هي في خدمة نفسها ولكي تبقى فإن القوى الكبرى تقول لها أوكي تخدموا رواحكم وإحنا نحرصوكم وندعموكم ولكن وفقا أنكم وكلاء لنا سيديزاجون أغري وكلاء معتمدين فقط أما الشعوب فما عندهاش قدرة على التغيير هناك أو هكذا يبدو كانت صلاة المحاولة كما تعرفوا في العراق صلاة المحاولة في مصر لكنها فشلت لحد الآن مصر على أبواب انتفاضة شعبية أكبر بكثير مما حدث في سيرلانكا أجبني اليوم عنوان هكذا شفته على السريع أخونا عبدالله شريف وهو أركن بالكثير منكم يعرفوه وهو ناشط مصري على الأنترنت نسميها سيسي نانكا سيسي نكا على أساس سيرلانكا يعني إذن هذه زيارته جاءت لمصالح الولايات المتحدة وجاءت أساسا لثلاث أسباب سبب الأول هو لجم إيران لأن إيران على أبواب أن تنتج سلاح نووي وإسرائيل منزعجة جدا من هذا السلاح النووي فالولايات المتحدة جاءت قالوا لإيرانيين نحن لن نسمح لكم وقالوها في هذه الوثيقة قالوا احنا تعهدنا بأننا لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي في الحقيقة إيران إذا بقى الوضع كما هو من هنا إلى بداية العام القادم على أقصى تقدير تكون امتلكت السلاح النووي إذن جاء يهدف الإيرانيين وقالوا رايحين نديروا يتكلموا على ناتو عربي ودمج السلاح الجوي ما بين هذه الدول وإسرائيل طبعا مش كل دول موافقة للإنصاف نظام السيسي لم يوافق على الدمج لحد الآن نظام الأردني أيضا لم يوافق على الدمج نظام العراقي لم يوافق على الدمج نظام القطري لم يوافق على الدمج لكن دول أخرى تقريبا الكويتي أيضا لم يوافق السعودية مترددة الإمارات ماشية البحرين ماشية عماني لحد ما ماشية هذا لحماية إسرائيل لأن إيران تقول بأنها ستقوم بسحق إسرائيل لشفناه لحد الآن من الإيرانيين هو أنهم قاموا بسحق سوريين والعراقيين في العراق تحالف الإيرانيين مع الأمريكان وفي سوريا تحالف الإيرانيين مع الروس لكن في الخطأ هناك خطأ والحقيقة أيضا بعض الناس ما يقول لك لا هذا مش صحي لا كاين خصومة إيرانية إسرائيلية يا أخواتي كاين لكن لحد الآن هذا جيش القدس الإيراني في الحقيقة قام بتدمير سوريا والعراق شراكة يا إمام عامريكا يا إمام عروسيا مع ذلك هناك خصومة إيرانية إسرائيلية والإسرائيليين خايفين من امتلاك إيران السلاح النووي مناش متأكدين أن إذا امتلكت إيران السلاح النووي هذا راح تستخدمه ولم تستخدموش وإذا استخدماته تستخدموه ضد من وإذا استخدماته كيفاش راح يكون رد الفعل العالمي لكن اللي مخوف الأمريكان هو أن تقدم إسرائيل على قصف إيران خاصة قصف المراكز النووية وحينها فإن الولايات المتحدة اللي راهي الآن في مشكلة وفي مواجهة مع الروس ستجد نفسها قد فتحت لها بواب الجحيم في الشرق الأوسط وهذا أيضاً اللي جاء من أجله بايدن وهو أن يخفف من غضب والقلق الإسرائيليين في قضية السلاح النووي ويتعهد لهم بالحماية وبأنه لن يسمح للإيرانيين بامتلاك سلاح نووي أنا قناعتي الراسخة أن إذا بقت الأمور كما هي وهذه أيضاً كثير من المراكز البحثية تقولها أن إيران وصلت إلى حد قريب جداً من إنتاج سلاح نووي وإذا أنتجت إيران سلاح نووي خلاص يومها سيتعاملون معها مثل كوريا الشمالية وهو أنهم سيعترفون بها ويتفاوضون معها ويذهب الرئيس الأمريكي للقاء الرئاسة الإيراني أو المسؤولين الإيرانيين لأنه علاش هذا يسموه البراغماتيزم البراغماتية الغربية وهي أنك سيضغطون عليك وليس غير عند الغرب هذا عند الغرب وعند الشرق سيضغطون عليك إلى أقصى الحدود إذا حققت نوع من الانتصار مثل مثلاً أنك يصبح عندك سلاح نووي حينها سيتفاوضون معك وسيبحثون عن حلول مثل ما فعلوا مع كوريا الشمالية لهي بلد يجوع نصف شعبه بالمناسبة إيران أيضاً واضحة الاقتصاد المتردي جداً جداً التضخم عندهم هناك رهيب جداً لكن لازم دائماً ميزوا ما بين النظام الإيراني والشعب الإيراني شعب الإيراني مساكين يعني مثل شعوبنا المقهورة الفرق فقط ما بين الأنظمة التي تحكمنا وما بين النظام الإيراني هو أن النظام الإيراني في النهاية عنده مشروع عنده مشروع إديولوجي عقائدي عسكري عنده مشروع سياسي عنده مشروع تختلف تتفق مع إيران هذا شيء آخر لكن عنده مشروع لكن ما هو مشروع جنرالات الجزائر أو جنرالات مصر أو أمراء السعودية أو أمراء الكويت أو القطر ما هو مشروعهم أو الإمارات ما هو مشروعهم البقاء في الحكم البقاء في الحكم هذا مشروعهم الهيمنة على السلطة السيطرة على البلاد أن تكون هناك أسر عسكرية أو سلطانية تتحكم في البلاد وما تحت الأرض وما فوق الأرض والعباد كلها بينما النظام الإيراني لندنوه بشدة على ما فعله في العراق والسورية بشكل خاص وإلى حد ما في اليمن وإن كان في اليمن المسؤولية الأولى والكبرى تقع على نظام السعودي ونظام بنزايد نظام الإيراني عنده مشروع نظام التركي عنده مشروع إسرائيل عندها مشروع الصين عندها مشروع الروس عنده بريطانيا ألمانيا فرنسا أمريكا عندهم مشاريع والنظام الحكم هدفه ما هوش هو بقاء نظام الحكم نظام الحكم يتغير الناس أو بورس جونسون قبل أسبوعين كان هو رب البلاد هنا الآن راه يستنى شكون يجي بدلوا وهذا عنده سلاح نووي تحتيدوا ما تدخلش الجيش باش يحميه ولا باشي لا يروحوا الناس أي أن قدوسية النظام العام نظام الحكم بشكل عام وليس قدوسية الأفراد أو أسرة معينة أو مجموعة جنرالات أو لا 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 هدون يروحوا ويجوه إنما نظام الحكم يمشي وفق دولة لها مشاريع ويطبق مشاريع الدولة يتبدأ الرئيس الأمريكي يروح يجي تبقى القضايا الكبرى على الولايات المتحدة والسياسات الأساسية هي هي ما تغيرش لا تتغير إذن خلاصتها أن هذه الزيارة هي زيارة لتثبيت المصالح الأمريكية من بين هذه المصالح أن يتم بيع مزيد من الغاز والبترول من السعودية والإمارات ودول الخليج باش ينخفض الأسعار يعني الأسعار مرتفعة وبايدن لا يريد عندهم انتخابات في النصفية يسمونها الانتخابات النصفية في نوفمبر القادم لا يريد أن يخسر الانتخابات النصفية نتيجة الارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة ارتفاع القارون هناك لأول مرة يتجاوز خمسة دولار والآن تجاوز حتى ستة دولار على ما أظن إذن مزيدنا البترول والغاز أمن إسرائيل تخويف إيران وفي نفس الوقت وضع حدود للخطاب الإسرائيلي اللي يريد ضرب إيران بمعنى أنه يقولون أنا معاكم لكن ما تضربوهم شو حدكم الولايات المتحدة لا تريد أن تقوم إسرائيل بضرب إيران وحدها باش ما تفتح لها جبهة أخرى هي في غنان عنها وأيضا تثبيت هذه الأنظمة التي هي صناعة استعمارية ودول وظيفية تثبيتها ومقابل ذلك تأخذ الولايات المتحدة ما تريد أن تأخذوا منها وبن سلمان اللي هم أساسا هو أن تقبل الولايات المتحدة به بعد ما كان بايدن يقول عندما تولى الحكم بأن هذا لن أكلمه ولن ألتقيه وأن السعودية أصبحت دولة مارقة لما فعلت في اليمن ولمقتل خشقجي إلى آخره مرة أخرى يدهمنا الوقت ومرة أخرى مش عارف هل تريدونني أن نتكلم على موضوع سمراوي اليوم ونخلوا موضوع الروس المرة القادمة أم تفضلون أن تكلموا على موضوع الروس لأن مرتين نأجلناه ولست أدري هل تفضلون أن نكمل في النافذة الخارجية وأن نكمل بها الحديث اليوم أم نمضو لموضوع شهادة العقيد السمراوي من داخل كثيرين نظن نرى موضوع الروس كان يقول سمراوي الروس سمراوي الروس اختلطت سمراوي نرى موضوع الروس ونرى موضوع الروس ونرى موضوع الروس لكن سنختصر الموضوع الروسي في موضوع الروس هناك تقدم روسي على الأرض تقدمه في الشرق في شرق أوكرانيا في الدونباس بشكل أساسي وقالوا أنهم اختنموا سلاح أمريكي ثقيل يعني إجماعة الدونباس اللي هما الانفصاليين الموالين لموسكو قالوا أنهم اختنموا حتى سواريخ هاوتزر اللي هي بطبيعة الحال مدافع عفوا مدافع هاوتزر سواريخ هايمرس ومدافع هاوتزر والمناسبة فقط المرة الماضية أعتقد أني قلت أن الروس من أصل كنت متكلم وقلت من أصل قوقازي لا طبعا الروس من أصل السلابي وأنا قلتها عشرات المرات هذه مش عارف كيفاش مضت مني سهوا فالروس هما أصل السلابي وأنا كلما تكلمت على الروس أو على السربي أو تكلمت على السلاب وعلى الأصول السلابي فبالنسبة للروسية لديها تقدم على الأرض خاصة في مطقة دونباس وأيضا قاموا بضرب مدينة اليوم أيضا قاموا بضرب مدينة وهي مدينة قالوا لأول مرة يتم استهدافها مدينة فينيتسا قتل فيها عشرين شخص من المدنيين وهذا قبل أيام طبعا كانوا ضربوا مدينة أخرى والحد الآن عداد وصلوا إلى خمسة وربعين وقالوا بأنها تلسى وريخ هذه ضربة مركز تجاري في هذه المدينة طبعا الأوكران يتعهدون ويتواعدون الآن في حتى لقاءات اليوم كان فيه لقاء فيها في الدول الغربية أساسا وبعض الدول الأخرى اللي معاهم في موضوع الروس بحيث الآن يبحثون على إمكانية إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الجرائم الروسية في أوكرانيا هما قالوا الجرائم في أوكرانيا بشكل عام لكن طبعا يقصدوا الجرائم في أوكرانيا يقصدوا الروس وهذا تصعيد هذا تصعيد آخر تقوم بالولايات المتحدة خاصة والقوى الغربية في اتجاه في اتجاه بوتين وروسيا لأنهم إذا داروا لهم محكمة خاصة ما نحبوا يدرونهم محكمة مثل محكمة نورنبيرغ التي حاكمت النازيين أو المحكمة التي حاكمت جرائم الحرب اللي وقعت في وغزلابيا فهذا بالنسبة للروس إهانة أخرى وإهانة كبيرة بالمناسبة الروس كانوا غضبين جدا اليوم من بين أسباب الغضب إذا رحنا للمسؤولة الناطقة باسم الخارجية فإنها قالت الخارجية الروسية سخروفة هذه قالت بأن لا هنا ننتعي لهاي سنشوفوا واشقالت هذه المسؤولة قالت بأن الأمريكان مش فقط سلموا مدافع هاوتزر وسواريخ هايمارس ولكن أيضا أعطاوا معلومات استخباراتية للأوكران وأن مدربين أمريكيين هم الذين يخومون بالقصف ويعلموا في الأوكران كيف يقومون بالقصف أي أن هناك مدربين أمريكيين في الجبهة طبعا هذا أمر جديد لأنه لحد الآن الولايات المتحدة قالت أن ليس لديها والغربيين عموما قالوا أن ليس لديهم عسكر هناك على الأرض وقالوا بأن دعمه هو دعم بالسلاح طبعا لا يصدقهم أحدا ليس لديهم عسكر أكيد لديهم خاصة فيما يتعلق بالاستخبارات لكن فيما يتعلق بموضوع أنهم يصبحون هم في الجبهات فهذا أمر جديد الروس تهموهم هذه المرة قالوا أنهم موجودين في الجبهات وقالوا بأنهم لن يسمحوا بهذا لأن روسيا تلقت ضربات شديدة في الأيام الأخيرة عن طريق خاصة مدافع هاوتزر وسواريخ هايمرس هذا كل مرة أخرى يثبت بأننا نتجه إلى التصعيد في هذا الموضوع وليس إلى التخفيف في موضوع آخر أيضا في موضوع روسيا في موضوع روسيا دائما الأوروبيين والغربيين غاضبين جدا لما تقوم به روسيا الآن وهو قالوا أنهم قاموا بإجلاء مئات الألاف من الأوكرانيين حولوهم إلى روسيا وأنهم يقومون بعملية فرز ما بين الذين يعتقدون أنهم كانوا يقاتلون أو كانوا يقدمون الدعم للقوات الأوكرانية وما بين المواطنين العادية لكن من نسبة للغربيين هذا فرز غير قانوني هذا تحويل للمواطنين في زمن الحرب من بلدهم إلى بلد آخر وهذا صح ممنوع في القانون الدولي وفي المعاهدات الدولية ولذلك في الحقيقة هذه الأخطاء ليس أخطاء هي بطاعة الحال هي هذا روسيا وهذا طريقتها في العمل لكن هذه تقدم تقدم بوتين ومن معه يقدمون مثل في قضية القمح للآن الأمريكيين والغربيين عموما والعالم عموما يتهم روسيا بأنها هي وراء أزمة القمح وأزمة ارتفاع الأسعار إجمالا والقمح خصوصا ولذلك الآن يسارع الروس واجتمعوا مع الأتراك ومع الأمم المتحدة باش يحلوا مشكلة القمح الأوكراني في هذه القضية أيضا في نقل المواطنين الأوكران إلى روسيا وفرز ونزع خاصة الشباب منهم والرجال منهم وتحويلهم إلى أماكن أخرى هذا ممنوع في المعاهدات الدولية وممنوع في الحروب فبالحقيقة الروسية تقدم هدايا قلنا نقسموها هدايا بين قوسين للغرب باش يزيد يدينها أمام العالم الخارجي باختراقها للقوانين الدولية وبارتكابها لجرائم حرب وقضية جرائم حرب هذه أساسية لأن جرائم الحرب عندما يثبتوها عليهم فرح تبقى مع القيادة الروسية هذه إلى نهايتها طبعا هذا يدعي على حساب كيف تنتهي الحرب هل ينتهي بفوز روسي أم بفوز أمريكي وغربي ومن ثم تتغير المعطيات لكن قناعتي أنا وهذه بعض الناس ما يوفقونيش عليها وأنا متفق معهم لكن أنا ما ليش هنا باش نتكلم بشكل عاطفي أنا هنا باش نقول ما أراه من خلال تجربة في متابعة حداث العالم هذه لأننا نقترب من ستين سنة ومن خلال أيضا أنني تخصصي أصلا هو العلاقات الدولية ومن خلال ما أراه وتاريخيا ما شفناه من القوى الاستبارية الإجدادية يعني لو هتلر قالوا له وكانوا قالوا له مستشاريه لا تخذوا الروس لما تروحش الروسيا في الحرب العالمية الثانية قالوا ثم ماذا هنا نحينا أوروبا نص أوروبا رأي عندنا بقيتنا روسيا نبدوها ونكمل لو سمع لهم بل كانت تغيرت موطيات الحرب العالمية الثانية لأن الهزيمة الكبرى بدأت عندما أو بدأ لنهزام من تا هتلر ونهزام الجيش النازي هو في روسيا وفي أوكرانيا بالمناسبة أيضا هو على أبواب موسكو الصوفيت أي الروس والأوكرانوة خسروا 26 مليون الألمان خسروا حوالي 3 مليون ما بين قتيل وجريح إلى آخره لكن في النهاية كانت دورة رئيسية في انهيار هتلر فوتين لا يملك القدرة الاقتصادية والتحالفات الدولية والتنسيق المجتمعي والتآلف المجتمعي داخل روسيا يملك القدرات العسكرية اللي لحد الآن في الحقيقة ثبتت أنها ما يجب ذلك التصور اللي كان يعتقده العالم والدليل أنهم ما زالوا في 15% من المساحة الأوكرانية أنهم لم يستطعوا احتلال كييف أنهم لم يستطعوا احتلال أغلبية المدن الأوكرانية وأن احتلالهم الآن هو فقط لمنطقة الدونباس ليسكنها الرسوفون ناطقين بالروسية وأن بعد الآن أنا خمس شهور نقترب من نهاية خمس شهور روسيا ما زالت في 15% من أوكرانيا وبالعكس على المستوى الاستراتيجي جاء الحلف الأطلسي إلى فنلندا جاء إلى السويد أوروبا كلها اللي كانت تحاول تبتعد عن الهيمنة الأمريكية أمريكا الآن داخل أوروبا البترول والغاز الأمريكي الآن يستخلف البترول والغاز الروسي أما من ناحية الاقتصادية ومن ناحية الاستراتيجية ومن ناحية التحالفات الدولية فإن روسيا تخسر ولذلك قناعتي أن روسيا لن تفوز بهذه الحرب لن تفوز بهذه الحرب والغرب لن يسمح لها بذلك لماذا؟ لأن مرة أخرى لأن فوز روسيا بهذه الحرب سيدفع الصين إلى أن تأخذ طيوان وتأخذ دول سيطر على دول شرق آسيا والصين عندها مشاكل مع اليابان مع الفيتنام مع الفليبين مع كوريا الجنوبية مع كل الدول طبعا طيوان مع كل الدول هناك وبالنسبة للأمريكيين إذا سمحوا بفوز بوتين فهذا يدفع الصين إلى أن تصبح عندها أجنحة وعندها مخالب أكثر وبالنسبة لهم هذا يعني نهاية الحكم الغربي أو نهاية الهيمنة الغربية على العالم أنا مع نهاية كل هيمنات هذه هذه كلها دول استعمارية لكن في شيء ما بين الوشفل ثنكينج التفكير بالتمني أو بالعاطفة أو بما تريده أنت وما بين الحقائق على الأرض والحقائق التاريخية التجارب التاريخية القوى الاستبدادية في الغالب تنهزم القوى الاستبدادية في الغالب تنهزم عندما تكون مستبداً في بلدك فإنك في الغالب عندما تواجه الآخرين ستنهزم شفناها في الاتحاد السوفياتي الاتحاد السوفياتي مثلاً حتى الولايات المتحدة اللي هي ما هيش قوى استبدادية بالمعنى السوفياتي أو الشرقي لكنها انهزمت في فيتنام هزيمة نكرار ومؤخراً ومؤخراً انهزم الغرب كله والولايات المتحدة في أفغانستان بعد عشرين سنة من السيطرة على أفغانستان روسيا أيضاً لما دخلت الأفغانستان دخلتها في ربع أيام وصلوا لكابول في أربعة أيام الآن هما قييف ما قدروا لهاش لكن كابول وصلها في أربعة أيام لدعم النظام اللي كان قام آنذاك وانهزمت أفغانستان لأن نظامها كان تابع للسوفيات لكن جاءت المقاومة الإفغانية فيما بعد يقدر الواحد يقول لك أوكي كان دعم غربي خلينا من الدعم لأن البيتنام أيضاً لما هزمت أمريكا كانت الصين وروسيا والاتحاد السوفياتي يدعمون البيتنام دائماً الدول المتعادية هذه تدعم الخصوم فسيطرت الروسيا على أفغانستان مدة خمس سنوات حتى الخمسة وثمانين كانت الاتحاد السوفياتي هو المسيطر على أفغانستان لكن من بعد مقلبة الأمور وكان من بين أسباب انهيار الاتحاد السوفياتي من بين الأسباب واحد من ثلاثة أو أربعة أسباب رئيسية هو هزمته في أفغانستان لما هزمت الولايات المتحدة في فيتنام الأمريكان قالوا خلاص ما نزيدوش نخرجوا وبالفعل ما خرجوش تقريباً خمسة عشر سنة من الخمسة وسبعين حتى حرب يعني حتى تغير الجيل تقريباً حتى حرب ضد العراق في الواحد وثنين فهذه المعطيات كلها تقول مثل ما قلتنا في الأسبوع الأول قلت بأن هذه الحرب اللي دخلها بوتين واني عارف مرة أخرى كنت تقولها كالي ينزعجوا ما عليش ينزعجوا كما تريدون أنا هنا لا أبيع الأوهام أقول ما أعتقد أنه الحق هذا لا يعني أني دائماً مصيب مية في المية لا لكن دائماً ما أقوله هو ما أعتقده أنه الحق وما أعتقده من خلال تجربتي ومن خلال قراءاتي ومن خلال خبرتي ومن خلال فيما أراه من أحداث العالم أو أحداث الدخل على كلين هذا موضوعنا دائماً ما زالنا حين نرجع له وسمحونا الآن باش ما نزيش نشدكم كثير نروحوا لموضوع سمراوي كنا تكلمنا في المرتين السابقتين كنا تكلمنا خاصة جبنا موضوع التمهيد اللي بالحقيقة ما كملناش لكن اليوم رح نقرأه تمهيد اليوم رح نبدأه من المقدمة المقدمة لماذا مهمة في هذا الكتاب لأنه يعرف بنفسه سمراوي محمد سمراوي يقول من هو وش سرالو ولماذا غادر كيف غادر يعني في آخر ثم نجيبه أيضاً بعض القضايا طبعاً هو يعرف نفسه يقول لك أنا ضابط سامي في جهاز المخابرات بالجيش الوطني الشعبي الجزائري وقد شاركت في الإنقلاب الذي أطاح بالرئيس شادلي بن جديد في شهر يناير 92 أي أنه سمراوي بداية وهو يعرف نفسه يقول لك أنا كنت من الذين شاركوا في الإطاحة بالإنقلاب لا يخفي ذلك قد شكاين بعض تعليقات بعض خلطنا قال لك هو ارتكب وهو ارتكب وهي جاية فالحقيقة في كتابه هو يذكر كثير من هذه الأشياء يذكر كثير من هذه الأشياء فهو يقول أنه من الذين شاركوا في إنقلاب 92 وكان لي دور في الحرب المعلنة ضد شبكات الأصوليين الإسلاميين المسلحة في أوائل التسعينات لأنني كنت أرى حين ذاك أن من واجب المساهمة في إنقاذ الوطن من الخطر الذي يتهدد سمع الله ديم ليه غير أن التطورات تطورات الأحداث أظهرت لي بوضوح أني كنت متواطئا مع جلادي الشعب الجزائري اعتراف مدوي كنت متواطئا مع جلادي الشعب الجزائري كما أظهرت لي أنني لم أكن في حقيقة الأمر مشاركا في الدفاع عن مصالح الشعب الجزائري كما ظننت وإنما كنت أدافع عن مصالح عصبة ليس لأعضائها هم سوى الاستحواذ وبكل الوسائل الهدم والنهب والكذب على مقدرات البلاد اعتراف مدوي وفرض إرادتهم التي لا تعد كونها شكلا منحرفا وملتويا من أشكال الحكم الشمولي لقد حاولت في بداية الأمر الاستدلال بالعقل ويقنع رؤسائي بضرورة تغيير الاستراتيجية التي كانت تسير في الاتجاه المضاد لطموحات ومصالح الشعب الجزائري والتي ما كان لها في النهاية إلا أن تسفر عن نتائج وخيمة ولما لم أجد أي أذان مصغية اتخذت موقفا مغايرا منذ عام 1992 وابتداء من 1996 كنت واحدا من أوائل الضباط الذين رفضوا مسايرة هذا الانحراف متخذا قرار الحاسم والنهائي بترك العمل في مؤسسة أصبحت آدات تحدث هنا للأسف على الجيش يقول لك أصبحت آدات قمع بين الأياد الإجرامية لأعداء الجزائر وهذه الحقيقة الحقيقة أن باستلاءهم على الجيش استولوا على نظام الحكم استولوا على الدولة وسخروا الجيش لمصالحهم وليس لمصلحة الشعب الجزائري ولا البلاد الجزائرية بدعوة الحرب على الإرهاب هذه الآن شخص منهم يقول هذا الكلام وكقد كان ذلك لماذا الانسحاب من الجيش شعورا مني بواجب إظهار الحقيقة وتكريما لضحايا هذه الحرب التي لا أساس لها قررت أن أفضح وأشهر بكل الفاعلين الحقيقيين صانعين المأساة الطاحنة والفضيع التي يصطلي بها وطني إنها حرب قدرة بكل المقاييس قادها جنرالات عديموا الكفاءة متعطشين للسلطة يتوارون عن الظهور في صدارة المشهد لإخفاء خصتهم خصتهم وبناء سلطتهم بروية وعلى إشلاء أبناء وطنهم إن كل ما وردته إما وقاء حقيقية هنا يتكلم عن الكتاب أو تصريحات لأطراف ذات صلة بالأحداث التي كنت شاهدا شاهدا عليها من خلال وظيفتي لقد حرست على توثيق المعلومات التي ذكرتها متوخيا أقصى درجات الدقة بحيث يساهم هذا الكتاب في إظهار الحقيقة التاريخية كما آمل بالحين ذاته أن يكون هذا العمل الموثق من بين وثائق الإثبات في المحكمة التي ستقوم يوما لمحاكمة المسؤولين المتسببين في هذه المأساة بعدين يقول أنه انخرط في صفوف جيش تحرير في يوليو سبعين حصل على شهادة في الهندسة الكيمية في هندسة الكيمية الحاوية في سبع وسبعين ثم دار دورة لتكوين الضبار من شهر اكتوبر ثمانية وسبعين إلى يونيو سبعين بعد تخرجي وكنت الثاني على دفعتي عينتي مدرساً في مدرسة الأمن العسكري حصل على مهندس شهادة مهندس في الكيمية الحاوية وأصبح مدرس ابتداء سبعين أصبح مدرس في مراكز الأمن العسكري في ابني مسوس شخصياً نعرف هذا المكان ونعرف هذه المدارس لأني أديت الخدمة العسكرية في لغارنيزون دالجي لغارنيزون دالجي بقربها مدرسة مثلاً تكوين المخابرات في ابني مسوس مثلاً مدارس واحدة من المدارس أمامها كثير من الأشياء ثم شغلت بعدها عدة مناصف الأمن العسكري في كل من قسنطينا قلمة وتيبازة طبعاً هو من أصله من عنابة محمد سمروي أصوله من عنابة لكن أهم وقت قضاه هو كان من مارس 90 إلى يوليو 92 في العاصمة يقول كنت مسؤولاً عن مصلحة البحث والتحليل في إدارة مكافحة التجسس وبالتوازي مع وظيفتي الأساسية كنت مدرساً بمدرسة ضباط الأمن العسكري في ابني مسوس كما كنت عنصراً مشاركاً في إدارة حالة الحصار التي أعلنت في عام 91 ثم بعد ذلك في إدارة حالة الطوارئ التي أعلنت في يناير 92 وإن كانت الطوارئ في الحقيقة لم تعلن رسمياً إلا في شهر فبراير لكن هي كان يقولك في الواقع أنها كانت منذ شهر يناير في عام انقلال وخلال الصيف عام 92 ونتيجة لعدم التفاهم بيني وبين رؤسائي حول الطريقة التي حرب بها العنف المسلح طلبت إعفائي من مهامي الوظيفية غير أن طلبي قوبل بالرفض القاطع وفي ظروف سأذكرها تفصيلاً فيما بعد قبلت بتعييني في سفارة الجزائر بألمانيا حيث شغلت منصب الملحق العسكري بالسفارة من سبتمبر 92 إلى يناير 96 وفي نفس الوقت كنت مسؤول عن فرع الأمن العسكري برتبة رائد أو ثم مقدم أي أنه في الحقيقة كانت عنده وظيفتين وظيفة البيان بيرو ميليتار الملحق العسكري لطاشي ميليتار كين مكتب يسمى مكتب العسكري يدير ملحق يسموه الملحق العسكري وكين مكتب يسموه مكتب الأمني ويدير البياس بيرو تسيكريتي ويدير مفروض ملحق أمني لكن هو كان عنده الوظيفتين ملحق عسكري وأمني ما بين 92 صيف 92 و 96 في البداية كان رائد ثم أصبح مقدم أيليت مون كورونيل في البداية كان كوموندو وبالرغم الشكوك التي كانت تراودني منذ عام 92 فقد كنت مقتنعا بأني أشارك في إنقاذ وطني ولكن مع حلول عام 95 كان شكي قد زال تماما بفعل أدلة قطعية لا يرقى إليها الشك لأدرك المؤامرة التي تحاك ضد الشعب الجزائي لذلك وبدافع من ضميري وبكامل إرادتي اتخذت قراري بالقطعة النهائية مع النظام القائم لقد اعتبرت أني كنت أضع نفسي في خدمة الجزائر وليس في خدمة زمرة لا يهمها إلا الحفاظ على امتيازات ومصالحها الخاصة بكل الوسائل الممكنة شوفوا إخواني رأيي وصلت ساعة ونصف ساعة وربعة وثلاثين دقيقة هل تريدون أن نضيف عشر أو أربع ساعة ولا نوقف هنا لأننا في الحقيقة نحب نوقف بعد ساعة ونصف أقولوا لي وشرايكم في الوقت لنشر في شوية ماء طيب كمل واصل حاول ما نفوش أكثر من ربع ساعة أخرى باش منزلش نشدكم أكثر عصابة لا تتردد في تحريض الجزائريين ضد بعضهم البعض واغتيال الأبرياء من أجل البقاء على تلك الأوضاع ولإحكام قبضة حديدية على الوطن ومقدراته السياسية والاقتصادية ونتيجة لمواقف المعارضة لممارسات رؤسائي تم استدعائي للجزائر العاصمة في 26 يناير 96 عيط له توفيق لقد حاول رئيس جهاز الأمن الجنيران محمد مدين المعروف بتوفيق أن يشتري سكوتي فعرض علي منصباً داخل مؤسسته واخترح علي في الوقت ذاته ترشيحي لرتبة عقيد برغم أن اسمي كان مدرجاً أصلاً على لائحة المرشحين للرتبة في يوليو 16 هذه المرة لفتلي قلتها نا قلت أنه على الأرجح كان لتنو كورونيل برومي كورونيل وهو يقولها الآن في هنا ويقول بأن توفيق قال له رح تكون عقيد كورونيل بلاء كما يسموها مؤكد في صيف 96 وتبقى تخدم معايا يعني تخدم معايا حتى عنده يعني برغم أنه أصلاً كان في الدياراسيا لكني كنت أعرف جيداً قيمة تلك الوعود ولذلك لم أمكث في الجزائر سوى أسبوع تخل في 26 يناير تلاقى المسؤولين تعو بالتأكيد هم اللي طلبوه باش يدخل وبالتأكيد لما طلبوه باش يدخل يقولوله روح رتب أمورك راك داخل في الصيف وراح نعطوك كورونيل وهذاك طبيعي لأنه كان بقى ما بين 92 و 96 في الغالب هم يبقوا ما بين 3 و 4 سنين الملحقين العسكريين والأمنيين 3 و 4 سنين على حسابه فهو يقول باللي أنا عيطوله في 96 قضاء أسبوع في الجزائر عرضوا عليه هو كان يفكر على سن ويستقيل لكن هم قالوا لازم تبقى وراح نعطوك كورونيل بلاء يقول لا لكن كنت أعرف جيداً قيمة تلك الوعود ولذلك لم أمكث في الجزائر سوى أسبوع واحد بعد وصولي إليها في الرابع من فبرايل وقافلت وراجعاً إلى ألمانيا في الثاني عشر من نفس الشهر عن طريق خط الجزائر بروكسل كنت أعرف أن بقائي في الجزائر وقبل منصب الجديد يعني حتماً المشاركة في قتل الجزائريين وزيادة معاناة ومآسي وألام الشعب بالاعتقال والإذلال وهو ما يتعارض كلياً مع ضميري وقناعاتي ويتناقض أيضاً مع اليمين التي أقسمتها عند انخراطي في صفوف الجيش الوطني الشعبي كما لم أشأ خيانة شعارنا الثلاثي الذي اقتنعنا به وتشربناه وطبقناه طوال سنوات التكوين والخدمة ما هو هذا الشعار؟ هذا الشعار تعلم خابرات لكن للأسف يقوموا بالعكس تماماً الشعار هو الإخلاص الشجاعة اليقظة أنا أريد جيداً أن يصل هذا الحديث وهذا الكتاب اللي هو طبعاً ممنوع في الجزائر ولكن من خلال قراءاتي له والحديث عليه وإشهاري له بالتأكيد سيصل إلى الكثير من الجزائريين لكن مهم جداً أن يصل إلى الضباط الصغار اللي ما زال ما تورطوش أو حتى الكبار لما تورطوش في دماء الجزائريين ما تورطوش في تعذيب الجزائري مهم جداً هذا واحد ضابط مخابرات مهندس تخل ضابط للخدمة العسكرية يعني حاصل على ليتنون لما تخل وحاصل على ما وتخل المخابرات بداية من سبعة وسبعين راه يروي الآن تجربته اللي دامة عشرين سنة واللي أهم فيها هي بداية من ثنين وتسعين فما فوق وربما أيضاً السنوات اللي قبلت تنين وتسعين قليلاً يعني من ثمانية وثمانين فما فوق مهم جداً لإخواننا الضباط وصف الضباط اللي في المخابرات الإرهابية اليوم أن يسمعوا هاي الشهادة ويقرؤوا هذا الكتاب ويتابعوه هذا وغيروا باش يعرفوا بلما رمش يخدموا في الجزائر أيضاً هذا الكلام بالنسبة للضباط في الجيش ما راكمش تخدموا في الجزائر راكم تخدموا في زمرة وفي عصبة وفي عصابة إجرامية قاتلة مفسدة ناهبة هذا مهم جداً إذن شعارهم لإخلاص الشجاع اليقظة لقد فكرت مالياً في كيفية تفادي المشاركة في هذه الحرب المنافية للعقل هل أقدم استقالتي كما اقترح علي بعض الأصدقاء إن الإقدام على ذلك لم يكن ممكناً ذلك أن تقديم الاستقالة في وقت الحرب سيصنف قطعاً باعتباره خيانة ويعرّف صاحب العقاب إن العديد من الضباط الدوي الضمير الحي والحس الوطني والحس الوطني والمهني الرفيع الذين رفضوا التورط في الجريمة أغتيلوا قد أغتيلوا في ظروف غامضة وفي غياب أي تحقيقات جدية تكشف الفاعلين الحقيقيين كان اغتيالهم ينسب دوماً إلى الجماعات الإسلامية المسلحة جية في حين أن عمليات التصفية كانت في الحقيقة من تدبير وتخطيط رؤساءهم الأنذال بذريعة امتناع هؤلاء الضباط عن تطبيق التعليمات الإجرامية أو حتى احتمال امتناعهم وهذا حقائق أيضاً أي أن بعض الضباط الشرفاء داخل الجيش وداخل المخابرات داخل الشرطة داخل الدرك تم قتلهم واغتيالهم من طرف المخابرات الإرهابية لأنه إما كانوا شكين فيهم إما يقول لك هذا بلاكي ما يطبقش التعليمات أو كان عندهم شكوك أنهم ما يطبقش تعليمات أو حتى كان عندهم شكوك أنه ممكن يخدموا مع الجماعات شكوك فقط وهو رح يروينا يروينا في الكتاب الحقيقة على مجموعة بالأسماء وكيف تم اغتيالهم ومن قام باختيالهم رح نشوفها في خلال هذا الكتاب فكرت كثيراً في كيفية تصدي الانحراف هذه الزمرة المجرمة فلم أجد أمامي خياراً سوى الانسحاب من الجيش وهذا ما فعلت فقدمت طلباً باللجوء السياسي إلى ألمانيا وحصلت عليه حيث أعيش هناك منذ ذلك التاريخ رح نتوقف هنا ورنا في الصفحة 24 المرة القادمة نبدأ من عنوان يسميه هو انحراف الإسلامي يتحدث على الانحراف كما يراه وكما شاهد وكما كان شاهد عليه ونمضي في ذلك مهم جداً هو أن اللي يعرفوا ضباط في الجيش وربما يعرفوا أنهم ما يتبعوش أو بعثوا له مقاطع من هذا الفيديو اللي نتكلم فيه هنا اللي ننقل فيه كتاب سمرون اللي تعرفوا ضباط في الجيش في المخابرات في الدرك في الشرطة بعثوا لهم باش ما يجيش واحد منهم يوم يقول لم نكن نعرف هاي شهادة من واحد منهم وصل إلى رتبة كان باش يكون كورونيل بلا في العام اللي غادر فيها وكان ليت من كورونيل وكان مسؤول في المخابرات الديارس يروي في هذه الشهادة نقلوها لهم باش أمام تاريخ أمام الشعب أمام الله سبحانه وتعالى ما يجيش واحد يقول لك لم نكن نعرف لم نكن نعلم هاي الله الحرار في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا